لم تنتهي مدينة الموصل بعد من رواية قصة مأساتها للعالم أجمع ففي كل يوم تتكشف صفحة من صفحات سجل الحرب التي شهدتها شوارعها بين تنظيم الدولة والقوات الحكومية مقرونة بلفيف من الميليشيات والجماعات النافذة للحدود إذ لا تزال ألاف الجثث مطمورة تحت ركام المدينة المنكوبة الموصل الآن كتاب مفتوح لقصص مأساوية تعيشها فرق أهلية تطوعت لإخراج أشلاء القتلى وخصوصا في الجانب الأيمن من المدينة المدمرة هناك الكثير المئات من الجثث منتشرة على حافة النهر وفي المدينة القديمة تحديدا مناطق الميدان والكوازين والشهوان هذه المنطقة التي دمرت بالكامل ومع اقتراب فصل الصيف يخيم شبح الأوبئة والأمراض على المدينة نتيجة الحرارة التي تسبب تصاعد الأبخرة من الجثث ما يعيق عودة الأهالي ويجعل عدمية الحياة العنوان الأبرز لمدينة كانت على مر السنين زاخرة بالعمران مفعمة بالحياة جرافيم خصوصا نحن قادمين على فصل الصيف من رائحة كريهة وأمراض وهذا ما رح يعيق إعادة لها لإلى مناطقها وكلتنا نعلم أننا لدينا أطفال يطلعون بره بالشارع إذا يلعبون مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر يقوم بها عدد قليل من المتطوعين في مساحات شاسعة من الدمار تخفي إضافة إلى الجثث عبوات ناسفة وقنابل متفجرة في ظل غياب التعاون من قبل الحكومة والفرق الهندسية علاوة على ذلك العراقيل الأمنية التي وضعتها الحكومة أمام عمل الفريق نحن نتعاون مع البلدية ودائرة صحة نيلوة ولكن التعاون ضئيل نوعا ما هناك بعض المعرقلات التي تواجه هذا الفريق من خطورية الجثث المتفجرة وجود المتفجرات التي نعتر عليها يوميا وعدم المبالاة للجهد الهندسي وبقية الجهات الحكومية المختصة وأمام صعوبة هذا الواقع تبقى الأياد التطوعية القليلة عجزة عن إنجاز مهمتها بمفردها ما يجعل الموصلة مقبرة تعج بآلاف الجثث لسنين طويلة